خرج اهالي محافظة درعا بمظاهرة شعبية اول ايام عيد الاضحى تطالب برحيل الاسد وتستنكر اتهام الخارجية الروسية لاحد فصائل الجبهة الجنوبية بحيازته اسلحة كيميائية ودعت المؤسسات المحلية لاعادة الحراق السلمي في ظل قرار وقف اطلاق النار في جنوب سوريا بدوره نفى قائد قوات شباب السنة احمد العودة الاتهامات الروسية بامتلاك فصيله اسلحة كيموية مشيرا الى ان هذا السلاح كان ولا يزال حكرا او حكرا على النظام الذي استخدمه مرات متعددة كان اخرها في مدينة خانشخون في ريف ادلب